أعلن هينز كريستيان شتراخا نائب المستشار النمسوي وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف يوم السبت استقالته من منصبه الذي حل محله فيه وزير النقل نوربيرت هوفر الاستقالة تأتي بعد نشر تسجيل فيديو لشتراخا بدى فيه وكأنه يناقش عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية ويظهر اشتراخا في الفيديو الذي نشر يوم الجمعة وهو في اجتماع في عام 2017 ضم امرأة تقول انها قريبة لرجل اعمال روسي نافذ ويبدو انه يعرض تحويل عقود حكومية الى شركة مقابل دعم مالي وسياسي